ضغط جوي مرتفع قوي يمتتع على كافة أرجاء الوطن هذا يسمح باستقرار في الوضعية الجوية يكون مرفوق بتسرب لتيارات جنوبية غربية ستكون محملة بتصعد لهواء حار من المناطق الجنوبية نحو المناطق الشمالية إذن بالنسبة لحالة السماء خلال يوم الغد الأجواء ستبقى مستقرة على العموم بكل المناطق الشمالية لكن احتمال لبعض الأمطار المحلية خلال الظهيرة بالنسبة للمرتفعات الغربية تبقى نسبة رطوبة عالية وأجواء مغشات تميز مناطق الجنوب الغربي لغاية شمال الصحراء بينما صفاتا من الجنوب الشرقي لغاية أقصى الجنوب مع تطير للرمال محليا بالصحراء الوسطى وأقصى الجنوب الحرارة خلال ليلة اليوم لغاية فجر يوم الغد تتروح ما بين 12 إلى 16 درجة بالمناطق الداخلية 14 إلى 18 درجة بسواحل تصل إلى 22 درجة بشمال الصحراء وأقصى الجنوب الغربي في حدود 18 درجة بمرتفعة الهوغار وتاسيلي لتقارب 26 درجة كعلى مقياس بالصحراء الوسطى فيما يخص الحرارة القصوى خلال ظهيرة الغد تبقى مرتفعة في حدود 29 درجة بالعاصمة 31 درجة بوهران نفس المقياس جنوبا ببشار 33 درجة بأعناب سكيكدا نفس المقياس بورغلا حسيم سعود المغير والوات 32 درجة بالنسبة لتنمسان كذلك بغردايا بإليزي أيضا 37 درجة ستسجل بالصحراء الوسطى وترتفع إلى 40 درجة كعلى مقياس بأقصى الجنوب فيما يخص الملاحة والصيد البحر يوم الغد البحر سيكون جميل خلال صبيحة نحو السواحل الغربية رياح ضعيفة تصبح معتدلة ضمن تيارات شرقية شمالية شرقية على سواحل الوسطى والشرقية البحر سيكون قليل الاتراب رياح تبقى ضعيفة تتينى ضمن تيارات غربية تماما خلال صبيحة نحو سواحل الوسطى تدور إلى شمالية غربية خلال الظاهرة راما بسواحل الشرقية تكون جنوبية شرقية ثم تدور إلى شمالية شرقية خلال أواخر النهار شكرا لك